كنيسة هي المسيح ندخل إليها فيصير في وسطنا ثم يتحد بنا فتصير الكنيسة هي نحن فيه كنيسة هي أحضان المسيح وهذا هو سر فرحنا بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين حلقة جديدة من برامج كنيستي النهار ده الحلقة الحوارية بيكون معنا الدكتور ريمون أهلا بيك في الحلقات اللي قدسك بتكالف فيها عن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور جات قصة كده عن واحد خان الكنيسة اسمه بطرس بطرس الخائن ده اشتهى الكهنوت وتقلب لأبو جعفر المنصور اشتهى البترك نكون بترك يعني ياريت كان كهني ساعة في أن يبقى البترك وبعد كده في سبيل كده خطقوا نفوز من أبو جعفر وبدأ يضطهد البابا ميناء ومجمع الأسقفة كلهم اللي هما رفضوا يوافقوا على يعني على المخاطط الشرير بتاعه دوت بس القصة فيها شوية تساؤلات أول حاجة ليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور تدخر في شيء قوله الأقباط بالطريقة دي بس هو إحساس الولاه كلهم سواء خلفاء أو ولاة يعني إنه الأقباط دولا تحت أمرته يعني مش عايز أقول عبيد لكن الكلبة بتاعته تمشي عليهم يعني هما كان عندهم إحساس الاستعلاء وإحساس أني البلاد اللي هما احتلوها هما الأعلى طالما معهم سلاح وطالما معهم قوة طبعا التاريخ كله دم يعني يعني دم معاه سلاح وقوة بيجي قوة تانية تروح زي الأمويين والعباسيين اللي معه سلاح وأقوى بيكون هو اللي بينفذ بقى إرادته لكن الشراسة بقى فإنه ما بيعملش حساب الآخر ده إيه ما بيعملش حساب للآخر وفكرة التعاطف اللي أحيانا بيحطوها بعض مزورين التاريخ كانت ندرة ندرة جدا يعني لكن أحيانا يكون فيه تعاطف تحت مسمى أنا السيدة الذي أمنح لكن لما بقى ما يتنفس قرار تلاقي شراسة يا زي هتلاقي في قصة المأمون لما جيه وعمل المسبحة بتاعت البشموريين لما راح له البترك أنتاكيا ديونيسيوس وقال له الناس دي مظلومة وحصل فيها كذا فقال له لا أنا كل رعايا بشيل عنهم الظلم قلوهم بقى قلوهم بقى ههجرهم من مكانهم وأوديهم حتة تاني وده أفضل لهم لما قالوا لأ دخل حرق القرى وزبحوا بكلهم واللي هربوا وراحوا حتة تانية وما سمعوش كلامه أخدهم عبيد ودهم بغداد وتاريخ صعب القصة البشموريين دي يعني اللي أنا قلتها لكن القضية الأهمة بقى زي ما قلت لحضرتك هي الفكرة أنه هو عنده استعلاء كلمته هتمشي على الكنيسة وهو كان عنده إحساس أن الكنيسة دي أصلا هو كونه سايبهم سايب الكنيسة قائمة وسايب اللقباط يعبدوا ربنا ويبقوا مسيحيين ده نوع من أنه وعد تسامح يعني يعني في قرارة نفوس كتير من الولاة يعني المفروض ما حصلش كده عادي أتدخل بقى أشيل بطرك أحط بطرك إزا ما 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 عاوز طيب نجي بقى من نحة التانية السؤال ده بس يعني من منظور الماد دي نفعي بحث يعني بعيد عن الكنيسيات يعني مش كان الأفضل لبطرس الخائن ده إنه بعد ما وصل بقاعد في القصر بتاع الخليفة العباسي أبو جعفة المنصور يفضل هناك هناك بقى رفاهية مال نفوذ سلطة سلطة مطلقة مش ده كان أفضله من إنه يبقى بطريارك الأقباط الشعب المطحون في الفترة دير أصل القصة تعد بطرس دي ليها لها مرحلتين أو ليها ثلاث مراحل المرحل هو كان عايز يبقى أسكف والبابا والبابا قال له يعني ما تنفعش وكلام من ده فراح راح بقى على انطقية وزور قمضة البابا وقال لهم ده البابا عايز فلوس فلم بفلوس فبقى غني فالقصة الرفاهية كانت عنده رفاهية لكن ظل بقى شهوة الردبة نفسه وشهوة الرجوع لمصر والانتقام بص في قضية أصلي مهمة جدا أن كل نفس خائنة وكل نفس ليست فيها المسيح تكون تحت سيطرة الشيطان فشيطان بيجد الخوانة وخاصة خيانة الكنيسة بيجد ده فرصة وفي تخطيط الشخص نفسه في فكرة شيطانية أنه ازاي ازاي يستغل بقى عطف أبو جعفر المنصور على أنه يحقق فكرة في مصر وطبعا القصة ما كنتش بين يوم والليلة يعني ده بعد ما قاعد في القصر وشعر أني مرات أبو جعفر المنصور متعطفة معها علشان ابنها اللي ماد ده فطلب الطلب ده وطلب الطلب أصلا بالنسبة لابو جعفر منصور أو ماله إيه لا قضية ده 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 مش هكلفه حاجة هكلفه ورقة يمضي عليها روح لمصر وانت البابا بتاع لقباط خلاص كله هيسمع فده خاين وبينفذ فكرة شطان والتاني برده راجل يعني شرير أصلا يعني لما جي مصره وكان معاه بعد يعني سلطة أنه هو خلي الوالي يضغط على المجمع المقدس أنه هما يعترفوا بيك بطرك بدل البابا مينة رفضو قعد سنة سنة يعذبوا في البابا مينة والمجمع المقدس كلهم الأسقفة وخدوهم يتهنوا الجموع من الأباء مش كل الأسقفة دهان السفن بطار آه بالأخار يعني طبعا يعني العذاب الفترة الطويرة دي متى الأكثر صعوبة حتى لو ألم كبير بس فترة صغيرة متى الأسهل لكن في سنة كاملة ما سمعناش عن أن أي أسقف ضعف ولا استسلم وليبوتولوس وقالا خلاص نعترف بيك بطرك إزاي إزاي ده حصل أصلا حتى لو أسقف اعترف بيه ملاش أي معنى لأن لابد لابد أنه قوانين كنستنا أن يظل البابا هو بابا الكنيسة في وجود مجمع مقدس يعني حينما يكون البترك في أي مكان مصر أو برا مصر بس ضد الإيمان المجمع المقدس كله هو اللي بيقوم بدراسة الموضوع فشي البترك وضع بترك يعني كان استحالة في وضع استحالة في السورة دي لكن القضية تانية بقى هو أني الكل كان يراه خائن فأي واحد هتعاطف معا تحتمل وسما خائن يعني فالكل كان يراه بوتروس ده خائن الوضع اللي تم لما راح المسبح في المعلقة وكان عايز صليه حطها على رأسه حتى يعني هو يعني خاين برخصة يعني كاتب بابا الأقباط وخادم الخليفة وجعف المنصور يعني خاين خاين ما عندوش عقل يعني ده شيء مستفز طبعا يعني ده مستفز للقباط العادية كمان يعني بش عشان هو ما عندوش هو عايز لنا أنا جاي بسلطة لغزب عنكم أنا جاي غزب عنكم بص دايما بقول تدخل السياسة في الكنيسة سواء من خارج الكنيسة أو التجاء بعض الإكليروس ل لمن هم يديرون السياسة ده شغل شطان شطان يعني حتى من أيام قسطنطين المشكلة الكبيرة الكنيسة بتعاني منها هو إن الإمبراطور بقى بيتدخل في أمور الكنيسة وده شغل شطان ده تدبير شطان فلما شطان وجد واحد زي ده وكان متخيل إنه قد تنفع ويبقى يتحط بقى على الكرسي بطرق خادم للخليفة هو كده خلاص أنهى الكنيسة الإبطية لو برضو كنا نقول يعني دايما يعني على مرة التاريخ هيبت وقوة بطرق كرسي الإسكندرية من حب الشعب ليه والتفافه حواليه فهو عالف إنه هو ملوش قاعدة شعبية فبالتالي ليه بتبترك اللقبات بتبقى من ثلاث حاجات وحفظته على الإيمان دايما الكنيسة بتضع اللي بيحفظه على الإيمان والمدافعين هم أبطال نامرة اتنين زي ما حتاك بتقول طبعا حب الشعب ليه لنيه حتى لفظ بابا هو لفظ إبطي بي آبا ده لفظ أفستان فرعوني آبا دي الكلمة الفرعونية بتاعت الأب يعني بي آبا الأب الكبير وده وقت البابا ياروكلاس الثلاثة عشر هم هو الأقباط هم أطلقوها يعني دي مش ردبة كنسية ده لقب مصري إبطي أطلق على البترك من أول البابا ياروكلاس والكنيسة الإبطية جعلته الأب الكبير مش فأصبح بابا وبترك وبعدين بتعروا متخيلوا أن لأن البابا فده بقى ردبة أعلى فقالوا لا إحنا أنا كمان البابا الكلام ده بعد خلق دونيا يعني فهو محبة الشعب للبابا هي اللي بتخليه البابا يعني نمر ثلاثة بقى وده شيء تاني مهم وهو وهو إتمامه لتدبير الكنيسة في عصره يعني 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 روح القدس بيقود الكنيسة وكنيستنا الإبطية هي منارة الكنيس فتدبير الله للعصر ده يعني يكون في تعليم البابا يتمم ده يكون في جهاد البابا يتمم ده أبوه تدبير رعوي تدبير كناسي بنا كناس مسلا مسلا البابا نجي بقى البابا يؤنس الرابع واختياره كان عن طريق القرعة الهكالية بس بطريقة يعني يعني غير مألوفة لنا احنا يعني عملوا قرعة الهكالية ثلاث مرات في ثلاث قدسات متتالية وفي جامحهم كان اسمه هو اللي يطلع في القرعة إيه رأي قدسك في فكرة القرعة الهكالية بالطريقة دي دي حاجة حاجة تانية في ناس كتير من الناس البسيطة يعني بتستخدم احيانا تستخدم الفكرة القرعة الهكالية دي في عمرها الحياتي الشخصية اللي عاوز مثلا يلتبط بحد دي مش عارف ايه او في موقف قرار مش عارف او يسمع عياله او اي قرار يعني صعب فالناس بتستخدمه حتى الشعب العادي جت له الفكرة دي من القصة بتاعت بعد يهوزة مشانق نفسه وماري بوتروس قالوهم احنا دلوقتي لابد اننا نختار حد ما كانوا طاروا متياس عن طريق القرعة لان متياس والاخر كانوا نفس الفكر يعني ليس لهم مفيش حد مفضل عن الحد وهي دي القضية للقرعة ان القرعة يسبقها ايمان واقتناع شديد سواء من الكنيسة او من الاشخاص بقى اللي هيعملوا القرعة دي ان الامور سيان مش عارفين احنا نختار لان الوضع بالنسبة لنا زي بعضه فاختار انت فيبقى هنا التسليم الكامل تسليم الكامل لقردت الله وتدبيره يسبق تسليم كامل من الاشخاص او لو كان بقى موضوع القرعة على هيكلية البترك ومن الكنيسة ان احنا شايفين ان الاباء دول لم زي بعض ده اللي خلى الكنيسة حينما كانت تجتمع على واحد ما كانتش تعمل القرعة يعني القرعة دي ليست ليست قانونا في اختيار الاباء البترك ولكنها حينما يوجد اكثر من شخص يصلح فالجيسة بتعمل القرعة ويصلح بترشيحات يعني ايه يعني فيه فترة من فترات مثلا كان فيه ترشح عدد ضخم وبعدين قاعدوا يكتاموا لحد ما بقوا خمسة وبعدين قالوا خلاص نعمل القرعة فالفكرة بالنسبة للاشخاص اللي عايز يرتبط بوحدة بس هوا مش قادر يوزن مين الاتنين بالنسبة له زي بعض او اللي عايز يسمي اولاده يعني مش فارق مع الاسماء ايه يعني او اللي عايز يدخل كلية او عمل هو شايف انه هو محتار لانه مسلم ربنا الامور بس الوضعيين بالنسبة له زي بعض نيجي بقى البتاركة الاشخاص اللي اختيروا نتيجة ترشحات الاباء هم زي بعض فيقولوا طب نعمل بقى القرعة لكن الفكرة اللي اتعاملت وقت البابا يوانس الرابع فكرة مهمة معرفش ليه تشالت هي الورقة الفضية يعني وده برضو على مستوى اللي بيختار واحدة ما تحط ورقة فاضية يمكن ربنا لو انت ما عايز بقى كلام ربنا مزبوط يمكن ربنا مش عايز الاتنين دولا او ربنا مش شايف طالما انت عايز كلام ربنا ليه انت تحصر راية ربنا في صورة معينة يا دا يا دا قد يكون ربنا شايف لا دا ولا دا طب بس هو الفكرة بقى هي حكاية ثلاث مرات يعني برضو يعني اصلا حيانا برضو في الناس تعمل ايه في الحقيقة الاختراض دي يعمل اختيار الاولاني يطلع لا مش عاجب يعني لا مش ملتاح لي طب نعيده تاني طب نعيده تارد هي دي ما حصلتش كتير موضوع ثلاث مرات اه ما حصلتش كتير لكن فكرة القرعة اخدت اشكال يعني برضو فكرة القرعة ويتعمل ازاي يعني البروسيدر نفسه بتاع ازاي تم القرعة دي اختلفت عبر عبر اجيال وعبر طرق يعني لكن الفكرة واحدة لكن الفكرة نفسها واحدة نيجي بقى القصة يعني في عهد البابا يؤنس الرابع كان يعني الفترة دي كان فيها بدأوا نقلوا جسد ابو مقار من من المدفن بتاع البلد بتاعته في المنوفية للدير كان لها قصة وكده نفس الكلام كان فيه قصة تانية نقل جسد الانباء يؤنس القصير من كنيسة الملكانيين في القلزم وازاي الطريقة اللي نقلوا بيها لبداية الشهيد ليه انتظر التدبير الالهي فوق الاربع قرون على ان الاجساد القدسين في المكان ده وبعد كده سامح ربنا ان يرجعوا ليدرهم في التوقيت ده وده عصر ضعف يعني أنا يعني كان هم يعني يرحوا السماء في عصور قرن الرابع ده قمة الازدهار للحياة الرهبانية وكنيسة ككل يعني في حاجتين حاجة الرهبانية لانه رجحهم ادى قوة للأديرة قبل الهجمات ما حصلت يعني ده كان رجحهم في عصر بابا موروس بعد منهم على طول حصل هجمات كبيرة على الدير فهو ربنا كان عايز يقول ان يبقى الدير في بركة القدسين وقدستهم اللي يخال الاباء ترجع له تاني يعني تخال لو ان الدير مفوش لقدسين ولا وكلام من ده خلاص وقع وقع خلاص انتهى حتى لما انتهى الاديرة الدير يحنس كاما الاباء حرسوا على انهم ياخدوا جسد يحنس كاما ويروحوا بيدير السوريان فالفكرة وجود اجساد القدسين عملت للدير ثقل في المكان ده فده كان تدبير قبل الهجمات اللي هتحصل بعدها بحاجة قليلا بخمسين سنة ولا حاجة اللي هي هجمات القبائل اللي جات من الاندالوس ده نمرة واحد نمرة اتنين ان ان وجود اجساد الاباء في الاديرة حمل اجساد دي من سرقات الملكانيين في العصر اللي بعده عصر اللي بعده كم اجساد الاباء اللي كانت موجودة في اماكن بقى مفهاش بقى حماية ولا وحصل احيانا كتير اوي هدم كنايس فسرقت الاجساد من الملكانيين واتبعت برا مصر لدرجة اننا حد يقول اننا ما كانش عندنا جسد مير مرقوس والبابا اساناسيوس رجع لنا ولسه قريب اول بطرق بعد مير مرقوس انيانوس ما كانش عندنا يعني دي كلها تسرقت دي كلها اجساد تسرقت واكساد تسرقت وتباعت باتمان غالية صح بانتقال الاجساد يعني سواء ابو مؤر او يؤانس القصير معجزات وقودتك بتحكي بتقول القصة دي يعني فصلت عنا دي علامات على فرحة القدسين برجوع اجسادهم للدير طب قودتك تفسر ليه اه 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 كان اجسادهم في الارض حينما ينتقل القديس من الارض الى السماء ينتقل بشخصه ايضا يعني ايه بشخصه دي يعني ينتقل بكل علاقاته الانسانية اللي كان عاش بيها عشان كده مثلا لما راح القديس يحوان القصير اه عشان يجيب اجساد التلت فتية التلت فتية قالوا لأ احنا تدبير ربنا احنا هنكون موجودين معاكم بروحنا فانا عايز اقول ايه بقى الفكرة كلها اني الاباء القديسين لما بيصعدوا ما بيصعدوش اروح بس اروح ونفوس فهو تاريخه كله بيظل موجود في زهنه حتى هو في الفردوس بدليل انه اه الشفاعة شفاعة القديسين بنتشفع بيها مثلا في اماكنهم ليه خليل نروح لهم يعني لانه هو بيهتم ان اللي جاي لبيتي ده نوع من انواع الشعور الشخصي بالوجود واحنا نروح لهم بيتهم يعني نقول هناخد بركة انباب شوي وهناخد بركة مثلا حتى في المزارات المقدسة هناخد بركة الكنيست الايامة او كنيست الكنيست القدس يعني الفكرة في انه وجودهم على الارض واحساسهم بالمكان ما انقطعش لما طلعوا السماء ظل ايضا الحياة اللي عاشوها والقداسة والتاريخ والجهات بتحكم في المكان ده ظل هو محبب الى قلبه نيجي بقى البابا مرقص التاني وده كان في عصر هارون الرشيد كان في قبل الفترة دي بقى طلعت اراء فقهية للايث ابن سعد وكان الاراء دا هي اللي كان تسببت وكان اراء معتدلة ومستنيرة للغاية يعني وده اللي تسببت في اعادة بنا الكنيس المهدمة العصر ده كان يعتبر العصر ازدهار فكري يعني في الدولة العباسية يعني فيها كتير من العلماء السؤال هل فيه ارتباط ما بين الفكر المتشدد وبين انتشار الجهر المتخلف طبعا الحضارة الحضارة الزهن الفكر المتخلف او الفكر الذي يقوم على ازاء الاخر وكراهيته هو فكر قبائلي غير متحضر ملهاش دخل بالغنى والفقر وملهاش دخل بمقدار العلم لكن مقدار الحضارة يعني ايه الحضارة مش علم بس الحضارة هي ارتقاء الانسانية على كل المستويات فكل كلما ارتفعت صورة حضارة الانسان كلما خرج من احساس الشراسة والقبائلية والعنف لاني بيقترب الى حد ما الى صورة الخليقة التي بها جمال بينما العقل اللي بقى اللي ما بيكونش متكون تكوين مظبوط والنفس اللي كان اللي بتبقى محبوسة في الكراهية وشراسة وكمان تخيل انه واحد بيعتمد على القوة والدبح والقتل وما عنده الثقافة فزي بالظبط ما تلاقي بلطجي همجي مجرد كلمتين تلاقيه هاج وقام تقوله بس بس اهدى شوية هو ما عنده مخ كويس كلما كان عنده زهن كلما عرف يوزن الامور مزبوط فالثقافة والحضارة تخلي الاشخاص ليهم امكانية انه هم تنفتح طاقات الانسانية عندهم اكتر لكن المرحلة دي بقى من عند ابو جعفر المنصور مرحلة نقلة مهمة جدا في تاريخ العرب لان ما قبل ابو جعفر المنصور ما كانش فيه حضارة نهائية للعرب كانت كل حضارتهم مرتبطة بالسيف والفتوحات ده كل ابطالهم لكن اللي حاصل بقى انه انه لما جوستنيان انه قلت الكلام ده في الحلقة جوستنيان لما طرد كل العلمة قفل مدرسة اتينا وقفل مدرسة القطية وقفل مدرسة اسكندرية وقفل كمان مدرسة السكندرية حتى الفلسفية الوسانية فهربوا العلمة والمفكرين راحوا لمنطقة فارس لما العرب احتلوا فارس والشام وانطق طلعوا للشام وفارس لما احتلوا ده كل العلمة اصبحوا مع العرب ما اخدوش بقى امكانية انه هم يفتحوا مدرس ليهم الا في نهاية الدولة الاموية عشان كده مع الدولة العباسية ابتدى شخص زي ابو جعفر المنصور يجد اني طبعا ابني بيت حكمة فجامع كل العلمة دولا فابو جعفر المنصور وهرول الرشيد والمأمون قدروا انه هم يترجموا يعني لحد سنة 850 ترجمة كل كتب وحضارات قتينا ومصر والهند وفارس ترجمت الى العربي تستغرب بقى اني في القرن النهاية التاسع نهاية التاسع والعاشر كانت الاوروبا كلها بتنتظر العلم يأتي من عند بغداد والعلماء وفارس والعلماء وبعد كده الاندلس العلماء الكبار كانت في بغداد وفارس والاندلس الرازي وابن رشد ودول كلهم علماء التلمزوا على الكتب والمدرسة اللي اترجمت بعد كده فبقت في حضارة بقى وابتنى بقى يحصل تزاوج بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني طلع لنا بقى حاجة اسمها المتصوفين اللي أخدوا فلسفات يونانية وعجنوها مع فكر إسلامي وطلعوا أفكار بقى فيها قريبة شويتين من فكرة الأفلاطونية الحديثة بس بنغمة إسلامية زي الحلاج وزي الرازي وزي الرومي وزي التبريزي وزنون في مصر وفيما بعد بقى ناس طورت الفكر ده في القرن الثلاثة والأربعة قدتك قلت أن الفكر اللهوط للطبيعة ده اللي هو قدتك كلمت أنه بدأ من الفلسطولين الحين المحدثة واستمرر وتغلغل ظهر فكر في صغورس وبعد كده قلت حتى ظهر فكر الكندي الفيلوسوف العربي وبعدها ظهر في الفكر الصوفي وحاليا فيه أعادة أحياء لنفس الفكرة إيه خطورة فكر اللهوط الطبيعة هي الفكرة إيه الفكرة الأفلاطونية الحديثة كانت ابتدت أنها تنحصر بداية من القرن السادس في مصر نتيجة قفل المدرسة المشائية اللي هي مدرسة اللي كانت إحدى علماءها هيباتيا وقت البابا كريروس الكبير وبعدين بقى فيه بقى بعض الخلقدونيين اتعلموا في المدرسة دي فبقى فيه أفكار كده برضو مجنونة شويتين بتاعة يحنى النحوي والمجموعة دي كلمت أنا على اسمها الخلقدونيين الجدد لكن لما اتنقلت بقى بغداد والحيطة دي اتنقلت الأفكار اليونانية بتاعة فيه سغورس والأفلاطونية الحديثة مع كمان بعض الأفكار اللي جات اللي اترجمت من فارس فكرة الحلول الإلهي فكرة دعابة أفكار المفكرين العرب إن ده أنا ممكن يحل فيها اللي الله فعلا الله طيب أنا كده أبقى عندي قوة حقيقية فبتارت الفكرة دي بقى تجد تجد استحسان عند كل اللي عندهم إحساس إن الإنسانية لازم تكون إنسانية عالية يعني كل ما هو مفكر ويشعر أني أنا أنا لسته ترابا أنا استحالة موت فالأفكار دي بقى تبلورت نفس أفكار أفلاطوني الحديثة أخد التوب تاني عند الكندي وعند المجموعة دي كلها والحلاج وزنون والناس دي والتبريزي وبقيت المفكرين دول وابن رشد وابن سينا قالوا نفس الكلام الفكرة بقى فكرة كمان نوع من أنواع وحدانية العالم وليه نرفض بعض وليه ما يبقاش إن فيه إمكانية إن إحنا يبقى فيه إله واحد هي قوة الكونية ونتحد ببعض فالفكرة بقى استنتجتها وتغلغلها جوه الأفكار يؤدي إلى ويحلي تكون روحة الطبيعة اللي كان بتنادي بيها قبل كده بقى الأفلاطونية الحديثة فهي دايرة سلمت بعض تقول لي يا الله طب وليه ظهرت الأيام دي بقى ظهرت الأيام دي كنوع من أنواع فكر فلسفي فكر فلسفي مريح ورائع للسيطرة على العالم كله وإزاحة الأديان اللي اللي بيمثل الفكرة ده النهاردة وبينشره هو المسونية اللي عايزة تعمل عالم واحد بحكومة واحدة بجيش واحد قوي والجيوش كلها متبقاش ديها وجود وتشيل بقى الدول كمان وهي تسيطر عليها ودين واحد وطبعا ما عايزة تشيل الأديان وتبقى هي بقى ده كله علشان إيه عشان في الآخر تبقى تعلن الحكومة دي في إسرائيل وتعلن أنه هو ده الجيش الواحد اللي بيسيطر عالم كله تمهيدا في إعلان كمان المسيح المنتصر بابا مرقص في أول أداس لي بعد سمته بطرك أعلن الإيمان المستقيم على الشعب وجدت حرب الخلق دونيين هو ليه عمل كده يعني في الفترة دي احنا مكننش يعني يعني نسمعنا لا لا كل بطرك كان بيقعد كان بيعمل كده يعني كان دائما دائما الأباء البطركة كانوا يشعروا أني وقعدهم على الكرسي المرقصي هو هو مرهون بإعلان الإيمان كل لأنه كان فيه بطرك دخيل مالكاني قاعد وعايش حياته بقى فيقول لا نحن الكنيسة الرسولية التي استلامت الإيمان من مرمو اللي مش هو بقى خلق دوني عفو عندك مش هو مش البطرك مرقص بس لا 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 كل بطرك كان يقعد ويقول كلمتين دولا محروم خلق دونيا محروم لاون محروم كل من يغير في الأمانة قدسك في نهاية الحلقة دي اللي هي مليئة بالزخم يعني قدسك تحب تقول لنا ايه يعني في وسط كلام الحوار مع الدكتور يمون وضع يده على نقطة مهمة اني احيانا المثقفين والمفكرين يضعوا الفكر والثقافة ان في مقارنة الإيمان او يجعلوها اعلى من الإيمان بمعنى ايه يعني معنى انه قرية الفلسفات وقرية الكتب يحاول انه يعمل تزاوج بين الفلسفة والإيمان المسيحي المسلم او الايام دي بقى في خطورة انه يحاول يعمل تزاوج بين نظريات علم النفس او نظريات بشرية لعلوم بشرية وبين الإيمان المسيحي والحياة المسيحية ارجوكم كل ما هو انتاج بشري كل ما هو فكر بشري يبقى فكر بشري اما الإيمان فهو اعلان ربنا يسوع المسيح الخلاص بذاته بنفسه اعلانه بنفسه ثم سلم هذا الاعلان للكنيسة وهذه هي المسيحية هذا الاعلان وهذه الصورة المسيحية صورة الفرح ما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى